إن استمرار هذا الاحتلال يُعتبر وصمة عار في جبين دولة إسرائيل أولاً وفي جبين المُجتبع الدولي ثانياً ويقع على عاتق هذه المُنظمة الدولية مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية ورخاء بحرية ورخاء في دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المُحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967 هذه مسؤوليتكم مسؤولية المُجتمع الدولي ومما لا شك فيه أن تشفيف مُستنقع الاحتلال الاستعمار في أرضنا وإنهاء مُمارساته الظالمة وغير القانونية ضد أبناء شعبنا سيكون له كبير الأثر في محاربة ظاهرة الإرهاب أعلنت حركة حماس والتي تسيطر على قطاع غزة منذ عشرة أعوام عن خطوات عدة بدأت بحل حكومتها التي تعرف إعلاميا باللجنة الإدارية وترحيبها بحكومة الوفاق الوطني لسلام مهامها كافة في القطاع وإجراء الانتخابات على كل المُستويات وهذا ما وجدت ترحيبا من رأس الهرم السياسي الفلسطيني الرئيس محمود عباس وحركة فتح والفصائل الفلسطينية باعتبار هذه الخطوات مقدمة رئيسية لإعادة لمشام للفلسطيني لكن ثم تمنير أن الحوارات بين طرفي الانقسام بحاجة لمزيد من التفصيل والتوضيح في كل محور خاصة أن عملية التنفيذ كانت تجد معوقات كثيرة حالت دون إتمام المصالحة خلال الأعوام الماضية وما يبعث على التفاؤل في الشارع الفلسطيني مؤخرا تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لدى عودته من القاهرة وحديثه عن التسهيل غير المسبوق من قبل حركته لاستقبال حكومة الوفاق على الفور على أن تتبع بعد أسبوع من قدومها إلى غزة بلقاء مع حركة فتح في القاهرة لتثبيت ما تم الاتفاق عليه ودعوة الفصائل الفلسطينية للتباحث حول الوضع الفلسطيني العام على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة عام 2011 أخذنا خطوات عملية على الأرض فعمليا اللجنة الإدارية في قطاع غزة لم تعد تمارس عملها اثنين نحن مستعدون وجاهزون من الآن ومن أي وقت استقبال حكومة التوافق الوطني للدخول إلى قطاع غزة وأيضا جاهزين بعد أيام العودة إلى القاهرة من أجل استئناف الحوار بين فتح وحماس وصولا إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل التجربة بين حركتي فتح وحماس في ملف الانقسام الداخلي والعقبات التي كانت تبرز في كل اتفاق تبقى هاجسا يؤرق الفلسطينيين في ظل تزايد الأوضاع سوءا وصعوبة على جميع الشرائح في القطاع الذين دفعوا ضريبة الانقسام أضعافا مضاعفة على مدار عشرة أعوام كذلك أثر على قدرة الفلسطينيين الاهتمام والانتباه لما يحاكم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يعتبر أكبر المستفيدين خلال هذه الفترة